قبل السقوط عمل معاه شغل أثناء السقوط عمل معاه شغل بعد السقوط عمل معاه شغل إيه قبل السقوط؟ قبل السقوط بيقوله كده في لقى 22 سمعان سمعان هو ذا الشيطان خد بالك بيقوله قد طلبكم أنتم كتلاميس كلكم طلبكم لكي يغرب لكم كالحنطة بس تسمع بقية الآية ولكني طلبتو مش من أجلكم ولكني طلبتو لأجلك لأجلك أنت يا بطرس لكي لا يفن إيمانك كانت هناك طلبة خاصة جدا مرفوعة من أجل أن إيمان بطرس لا يخور رغم أنه هو خار وسقط في التجربة ووقع في الامتحان لكن إيه لحصل؟ أن إيمانه لا يخور وده اللي حصل فعلا قبل السقوط كانت هناك طلبة خاصة طلبتو لأجلك لكن عارف أثناء السقوط برضو هو في نفس لواء 22 نفسي أفتحه بس يبقى قدامنا في لواء 22 هو هو كانت في وقت السقوط عدد 61 يقول الكتاب كذا فالتفت الرب ونظر إلى بطرس فتذكر بطرس كلام الرب كيف قال له أنه قبل أن يصيح الديك تنكرني سلاس مرات كانت هناك نظرة خاصة أنا بزعلي أحبة لو حد يعتقد أن الرب كان بيبصله بعدما أنكر مرة واثنين وثلاثة وصاح الديك أنه كان بيبصله هو في المحكمة بتاعته وكأنه بيقول له كنت عامل فيها جدع وكنت عامل فيها راجل وقلت لي وإن شك فيك الجميع أنا لا أشك أنا مستعدة أن أمضي معك إلى السجن وإلى الموت أهديك وقعت يا أحبة لو حد بيفكر بالطريقة دي أن نظرة الرب لي نظرة الرب البطرس في الوقت ده بتقول كده أعتقد أنه هو فاهم اسمعني من فضلك أنه زي ما إحنا بنفكر وزي ما إحنا بنعامل بعض فاكرين أن الرب بيعملنا بنفس الطريقة أبدا يا أحبة أبدا عارف الفكر منتج الفكر اللي طلع أنه كان بيقول له أنا قلت لك مش قلت لك أبدا عارف كان هناك نظرة خاصة باصس عليه بيقول له ما زلت أحبك أيوة أنت أنكرتني مرة واثنين وتلاتة بأنك ما تعرفنيش ده أنت اللي عملت كده معايا بس أنا ما زلت أحبك أنا لسه بأحبك وهفضل أحبك عارفين إيه اللي حصل عارف لو النظرة زي ما أنت يمكن يمكن تكون فاكر أو يمكن حضرتك تكوني فاكرة أنها كانت نظرة يعني عمالي يبدو همله ويوبخه يعني ما كانتش تقود بطرس أبدا أبدا إلى التوبة لكن إيه اللي حصل عارف إيه اللي حصل يقول الكتاب عدد اثنين وستين عدد جميل فخرج بطرس إلى خارج وبكى بكاء مرا قبل السقوط كانت هناك طلبة خاص أثناء السقوط كانت هناك نظرة خاص لكن عارف بعد السقوط لا ده بعد السقوط مشوار طويل في إنجيل مرؤس وأصحح ستاشر في عدد سبعة الملاك بيقول للمريمات هذه الكلمات اسمعنا بيقولهم كده لكن اذهبنا وقلنا لتلاميزه ولبطرس أنه يسبقكم إلى الجليل إيه يا رب أنت هطلق بطنة ولا إيه هو يا رب مش حضرتك عارف أن بطرس من ضمن التلاميذ آه طب هما أنت ليه باعت الرسالة اذهبنا وقلنا لتلاميزه لتلاميزه خلاص طب هما هيقولوا للتلاميذ وضمنا من ضمنهم بطرس لكن اسمع الرسالة اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس يا رب يا رب أنت هطلق بطنة ولا إيه عارف الرب يقول لإيه يقول لنا لا أخبطك ولا حاجة اسقط خالص أنت مش عارف حاجة ده بطرس في وضع سيء ده بطرس منهار ده بطرس عمال عدو الخير حواليه عمال يقوله أديك أنكرت أديك ثبت وحلفت بأنك ما تعرفوش وضاغط عليه هيفرتك تماما أنا باعت رسالة عشان أثبته